السلام عليكم أصدقائي في حلقة متعاملة القناة مستر كريبتو فيديو جديد على قناتنا القناة المهتمة بالأخبار والعملات المشفرة في الفيديو ستتحدث عن انهيار منصة هوتبت و ستحدث عن مشكلة كبيرة بالصلاحة صارت الأمس على منصة كيو كوين و طبعا ستحدث عن ان نرفع سقف الدين العام الذي صار الأمس أما باش فيديو أصدقائي بيتمنى تضغط على زر اللايك تشترك بالقناة تفعى زر الجرس حتى يصلك كل جديد في عالم العملات الرقمي و لا تنسى ان نضغط على تليجرام رابط موجود أسفل فيديو و رابط موجود كما في قناة خليكم معنا نهاية الفيديو حتى تعرفوا آخر أخبار سوق الكريبتو و الفوريكس أولا أصدقائي خلينا نتكلم عن اجتماع جو بايدن مع مكارفي طبعا أصدقائي هذا الاجتماع كان مفروض يحسب رفع سقف الدين العام لكن لم يتم التوصل بالأمس إلى اتفاق ما بين جو بايدن و مكارفي حول رفع سقف الدين العام يعني بالأمس ما كان في عندي أي أخبار عن رفع سقف الدين العام لكن مفاوضات بين جو بايدن و مكارفي حسب ما زعم بايدن أنها مثمرة و سيتوصل إلى اتفاق قريبا هذا الشيء أثر بشكل كبير على الذهب و خلاه يغفض من مناطق 1980 إلى 1955 انهيار كبير صار بالدهب بالأمس بسبب رفع سقف الدين العام أو أخبار عن اقتراب الاتفاق مع مكارفي حول رفع سقف الدين العام لكن الزقائي عدم رفع سقف الدين العام أدى لارتفاع البيتكوين بالأمس و لمست مناطق 27500 لازم نكسر هاي المناطق لأنه لازم نتحول للإيجابية بكسر مقاومة فشلنا بكسرة ثلاث مرات اللي هي عند هاي المقاومة لازم نكسر مقاومة 27400 إلى 27500 حتى نتأكد إيجابية البيتكوين مرة تانية لنتوجه لمناطق 28500 شو نسمي منصة هوتبت؟ أصدقائي بالأمس أعلت منصة هوتبت عن إيقاف خدماتها نهائيا وطالبت مستخدمينها بسحب أموالهم طبعا ما في انهيار للمنصة ما في أي مشاكل على منصة كل السبب أنه صاحب المنصة أراد إيقاف خدمات هاي المنصة منصة كانت من أحد المنصات الكبيرة تستخدم في البامبات لكن طالبت منصة هوتبت من مستخدمينها أن يقوموا بسحب أموالهم طبعا لو كانت مثل المنصات الباقي كانت أعلنت إفلاسة وهسارقة أموال المستخدمين لكن طالبت للمستخدمين سحب أموالهم يعني في قمة الثقة وهذا الشيء أدى إلى ثبات عملة HDB عملة منصة هوتبت أو هوتبت توكن طبعا العملة لحد الآن ثابتة لكن منتوقع بعد إغلاق هاي المنصة يصير عندها شوية انخفاضات كبيرة للعملة لأحذر التداول على العملة هاي حاليا بالإضافة للمشكلة هوتبت كمان صار عندي مشكلة بالأمس كبيرة على منصة كيو كوين بالأمس أصدقائي توقف السحب والإداع على منصة كيو كوين لفترة طويلة أو لساعات طويلة حاليا ما بارف إذا فتح السحب والإداع على منصة ولا لا لكن هذا الإيقاف سبب ذعر كبير للمستخدمين الخاصة بمنصة كيو كوين وممكن هذا الإيقاف يسبب تسحب كميادة كبيرة من منصة كيو كوين وهذا شيء أدى لأفلاس المنصة يجب الحذر من منصة كيو كوين غير النصب بالعملة يعني فيه بقناتي ارجع بالرسائل القديمة بتلاقي الصورة نشرتها للشخص ربح تقريبا 900 دولار وأخذ منه 700 دولار رسوم تداول نصب كبير عم يصير داخل منصة كيو كوين يرجى الحذر من هاي المنصة ممكن بأي لحظة تنهار بسبب عمليات السحب الكبيرة اللي رح حصير عليها خلال أيام القادمة شو بدسما بدكوين الزيقائي لنزال في وضع إيجابي ومرحلة التصحيح اللي مشينا فيها بآخر شبهة 4 ساعات طبيعية جدا ممكن بشبهة 6 الاربع ساعات اللي نحن فيها حاليا نكسر قمة 27500 أزقائم كوين وصلنا هاي الفيديو اتمنى الفيديو كنا اعجابا كنا تنسى تشترك القناة فعزر الجرس تضغل لايك حتي وصلاك كير جديد في عام الملات رقمي مع سلامة دمتم بخير